السلام البنات كديري لبساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو تياليوم فيديو قوي إن شاء الله لكل سيدة ما زالك تنتظر الدرية يا ربي ترزق كل محرومة درية صالحة إن شاء الله في القريب وتفرحونا جميع بطبيعة الحال أن هذا الفيديو هذا فيه واحد الوصفة قوية للسيدة كان المخزون ديالها 0.305 اللي ممكن أنه يعني بزفد السيدات كيعاني ومن هاد المشكل اللي هو ضعف وقلة مخزون البويضات بطبيعة الحال اللي ممكن أنه يأخر الحمل وممكن أنه يقلل من فرص الحدوث دياله بطبيعة الحال بهذا الوصفة هذي اللي جربت كانت وصفة قوية استطعت بها إحدى البويضات المتبقية في المبيض ديالها أنها توصل للحجم المناسب وتتلقح وتكمل المشوار ديالها ويحدث الحمل بقي معايا في هذا الفيديو المهم وبطبيعة الحال ما تنسوا شدي ما تخلوا لي اللايك ديالكم ووصلوا الفيديو الأكبر عدد من اللايكات باش تعم الفائدة ويوصل جميع السيدات لأنه فعلا ممكن يفيدهم هذي الوصفة هذي في حصول الحمل بسرعة علش الله بطبيعة الحال أنه ضعف التبويض يعد من المشاكل الرئيسية هو عبارة عن عدم مقدرة المبيض على القيام بالوظائف دياله الطبيعية قبل سن الأربعين يؤدي هذا الأمر إلى قلة إنتاج الأستروجين على المستوى دياله الطبيعي فما كينتش البويضات بانتظام وذلك يؤدي إلى عدم الخصوبة ممكن أن الفشل ديال المبيض المبكر وانقطاع الطمت المبكر أنه يسبب مشاكل في الإنجاب أو العقم في بعض الحالات ممكن السيدة يحدث لها دورة شهرية متقطعة وغير منتظمة لعدة سنوات ولكن في حالة انقطاع الطمت المبكر تتوقف الدورة الشهرية تماماً ولا يحدث الحمل على الإطلاق كان عدة أسباب منها أسباب مرضية تكيوس المبايض اللي هو معروف عند السيدات في الوقت الحاضر يعني كيؤدي لهذا الحالة هادي كي يعطى العمل المبيض وكذلك يعني أنه كي يخلي واحد الخلل في الهرمونات ذاك شي بش يعني السيدات كي يجيهم العقم التانوي اللي هو ناتج على هاد المشاكل هادي بطبيعة الحال كي يمبعض المشاكل الأخرى منها خلل في إفراز الغدد النخامية هذا الخلل هذا يعني كيسبب مشاكل في المبيض دي السيدة ما كيبقاش قادر على أنه ينتج بويضات كذلك بعض السيدات كيكون عندهم الغدد الدرقية فيها خلل وهذا الأمر من شأنه أنه يؤثر على المبيض ومن الممكن أن يصل إلى حالة العقم كين هناك أسباب أخرى كتأدي إلى ضعف البويضات منها زيادة الوزن والسمنة منها كذلك زيادة إفراز هرمون الحليب عدم انتضام الدورة الشهرية أو انقطاعها وكذلك تقدم في السن وهذا يؤثر على البويضة اللي كينتجها المبيض بطبيعة الحال أنه كين مجموعة من الأعراض لقلة مخزون البويضات فالسيدات اللي عندهم عدم انتضام الدورة الشهرية أو انقطاعها لشهور كيدل على أنه عندهم قلة مخزون البويضات يعني السيدات اللي كتجيهم الدورة الشهرية كل شهر فما يتقلقوش فالمخزون ديالهم كيكون فيه بويضات كافية إن شاء الله ولكن ضروري أنك تقوم بهذا التحليل هذا باش تطمأنني على الصحة ديالك الإنجاب حدود كذلك احمرار وتهيج في الجسم خاصة في الوجه كيقدر أنه يدل على أن السيدة عندها هذا المشكل عدم الرغبة في ممارسة العلاقة وانخفاض مستوى الخصوبة تعرق الشديد أثناء الليل كيدل على قلة مخزون البويضات وكذلك يعني كين مجموعة من العلاجات بالطرق الشائعة اللي ممكن أن السيدة تعتمد عليها طرق طبيعية من ضمنها هذه الوصفة هذه القوية إن شاء الله اللي عندها مفعول سحري في حل هذه المشكل هذه السيدة هذه كانت تعتمد على واحد البرنامج يعني وصفة بالإضافة إلى عدة أشياء كانت تقوم بها وبالفعل ساهمات في أنها حدث عندها الحمل ولو أن المخزون ديالها ضعيف وضعيف بزاف يعني هات السيدة هذه ما يفقدوش الأمل بطبيعة الحال ديالي بالأسباب رغم ما تعرفيش يعني الخير في مكاين ممكن أنه بوصفة طبيعية يحدث الحمل على عكس يعني مجموعة من الأدوية اللي ممكن أن تأثير ديالها يكون عكسي ويسبب مشاكل للسيدات كانت تقدير خلطة الحلبة والحبة السوداء بطبيعة الحال كتحضري يعني واحد الفنجان مطحون من الحلبة وفنجان آخر من الحبة السوداء في ربع كيلو عسل طبيعي كيتم تناول ديال ملعقتين منها في الصباح والمساء لعلاج ضعف المخزون إذن كنكرر غادي تخلط الحلبة مع الحبة السوداء عن طريق يعني خلط فنجان مطحون من الحلبة وفنجان آخر أو كأس آخر من الحبة السوداء في ربع كيلو عسل طبيعي كيتم تناول ديال الوصفة هذه ملعقتين يعني ملعقة في الصباح وأخرى في المساء لعلاج ضعف المخزون بطبيعة الحال كنت تناول كذلك عشر حبات من التين المجفف يوميا وذلك لأن له دور كبير في علاج ضعف البويضات وكانت كذلك تناول حبات الطمر سبع حبات يوميا وكتقول بأن لهم المفعول السحري في علاج هاد المشكل هاد توكلت على الله دارت بهاد الأسباب هادو ومن ضمنهم هاد الوصفة وكذلك هاد شيء اللي اعطتكم دباء وربي جاب لها التسير وجاب لها الحمل بسرعة كذلك كتقول بأنها ضروري الابتعاد تماما عن الانفعالات العصبية المبالغ فيها اللي كتأثر بشكل كبير على الهرمونات والانتظام ديالهم في الجسم بشكل سلبي يجب التقليل من تناول منتجة الألبان والأجبان والشوكولاتة والأسماك عفوا مشي الأسماك اللحم الحمراء وكذلك الدواجين يعني الأسماك بالعكس خاص قدروري تناولها لأن فيها الأوميغا التروى اللي هو مهم بزاف يجب كذلك تناول تجنب عفوا تناول المقليات الوجبة السريعة اللي كتكون غنية بالزيوت والدهن ويمكن استبدالها بأكلات صحية مثل حبوب الأرز القمح الشعير الشوفان العدس الحمص المحافظة على تناول الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت السمسم كذلك تقليل من تناول السكر والملح وجميع المشروبات الضارة اللي كتحتوي على الكافيين مثل الشاي والمشروبات الغازية وكذلك القهوة يجب ممارسة العلاقة بداية من اليوم 12 من الدورة الشهرية على الأقل يعني بش يعني يكون هناك فرصة لحدود الحمل الانتظام على تناول مشروبات العشبية اللي فعلا كتحقق توازن هرموني في جسم المرأة مثل ميراميا لينسون البردقوش القرفة الحلبة هذو هم الأعشاب اللي ممكن أنها تعادل توازن هرموني لدى السيدات من الأفضل كذلك تناول ملعقة من العسل الطبيعي يوميا مع حبوب اللقاح يعني هذا واخدره مع الوصفة اللي ذكرت في الفيديو ما عنده تشي تأثير يعني زيدي عزيزي النشاط ديالجهاز ديالك المناعي وكذلك زيدي من جودة البويضة بهذا الأشياء هذي اللي ذكرت في هذا الفيديو صدقوني راه جميع السيدات وخاء تالي ما عندهم ش ضعف المخزون يلقموا بهذا البرنامج اللي ذكرت في هذا الفيديو هذا غاد يسهموا في تنشيط البويضات في تكبير الحجم ديالهم لأن البويضة كتغدى يعني تهي كتغدى من الجسم ديالك ذاك شي اللي كتاكله وذاك شي اللي كتعطيه الجسم ديالك كينعكس على المبيض ديالك وكينعكس على الجسم ديالك وعلى المناعة دياله وكذلك كيعطيه بويضات بجودة عالية ما كان هتكونش أنكم تنشروا لي هذ الفيديو مع جميع السيدات لا ربما تكون هذي الأشياء هذي اللي ذكرت السبب في الحمل ديالهم من بعد الله وكذلك خلوا لي اللايك ديالكم إلا أعجبكم المحتوى ديالفيديو باش نتشجع إن شاء الله ونعرف بأن المحتوى ديالي كينال إعجاب ديالكم إلا عندكم أي ملاحظات أو أي استفسار خليوا لي في تعليق أسفل فيديو باش إن شاء الله نجاوب في أقرب وقت ممكن جميع الأخوات غادي نضرب لكم موعد في الفيديو الشاي وما تنسوش ديما أنني كنبغيكم بزاف وأنني غادي نحاول نعطي كل مفجه ديب باش جميع السيدات يعني يحصل عندهم الحمل بسرعة وما تقلقوش إلى ما زال ما حصلت عندكم الحمل ديروا بالأسباب كملوا معي في الوصفات وإن شاء الله غادي اتطحوا في واحد الوصفة اللي غادي تكون معجزة واللي غادي تحقق لكم الحلم ديالكم بإذن الله إلى اللقاء مع فيديو جديد بسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر